اشتركوا في القناة لكن كما شفت كل الدروس يفترض انكم عملتوها ان كانت بعض الاقسام ما عملوش بعض الدروس لا بأس تموليدات اذا وجدتوا بعض الدروس ما عملتوهمش تجاوزوهم اذا نبدأ بالوضعية الاولى انجز العمليات التالية اعطاكم ثلاث عمليات عمليات الضرب الطرح والقسمة لنبدأ بالطرح اولا احنا دائما قلنا انه الطرح والجمع الشيء الاساسي فيهم هو الترتيب انكم ترتبوه وما ننساوش ايضا ماذا ما ننساوش اذا كان فيه احتفاظ او استعارة ما ننساوش الواحد اللي يا اما نحتفظو به او نستعيروه شوفوا العمليات والنموذج هاكم حين توجدوه في الرابط اسفل الفيديو اضعوه لكم اللي يحب النموذج مكتوب الان نروح اللي هنا نروح العملية الضرب عندنا اللي هنا نبدو سبعة في تسعة كم تعطينا ثلاثة وستين نديلكم العملية هنا نوليكم النقطة هنا عندنا سبعة سبعة في سفر سفر وعندنا ستة اضع الستة عندنا سبعة في اثنان اربعة عشر اضع الاربعة واحتفظ بالواحد سبعة في ثمانية قلت سبعة في ثمانية ستة وخمسين والواحد سبعة وخمسون الان الشيء الاساسي ولادي اللي ما تنسوهش ابدا اعزائي التلاميذ هو النقطة اللي هنا لازم تحطوه نقطة ما تبدوش منها وإلا العملية راح تروح هنا الان نكملو ذو كان نكملو عادي ستة في تسعة كم اربعة وخمسون اضع الاربعة واحتفظ هنا بالخمسة عندي ستة في سفر كم سفر والخمسة اضع اذا الخمسة عندي ستة في ثنين سناش اضع الاثنين واحتفظ بالواحد ستة في ثمانية ثمانية وربعين والواحد تسعة وخمسين تسعة وربعين عفوين تسعة وربعين قلت تسعة وخمسين تسعة واربعين اذا الان اجمع عادي لدي ثلاثة ستة زائد اربعة عشرة اضع الصفر واحتفظ بالواحد هنا لدي ماذا اربعة والواحد خمسة زائد خمسة ايضا اضع الصفر واحتفظ بالواحد ماذا لدي؟ لدي سبعة والواحد ثمانية والاثنان عشر أضع الصفر وأحتفظ بالواحد ماذا لدي؟ لدي ستة زائد تسعة ماذا تصبح؟ تصبح خمسة عشر والواحد هنا ماذا إذن؟ كيف نقرأها؟ خمسمائة وخمسون ألف وثلاثة أعيد القراءة خمسمائة وخمسون ألف وثلاثة ببساطة هنا في عملية القسمة ننتبه بعض التلاميذ ما زالت عندهم صعوبة شوية في القسمة مع أنها بسيطة وسهلة هنا لدي أخذ أولا الرقم الأول ثلاثة على خمسة لا أستطيع إذن أخذ الرقمين اثنان وثلاثون على خمسة كم فيها؟ فيها ستة الستة في الخمسة كم تسوي؟ تسوي ثلاثون أكتب ثلاثون هنا تصبحنا عملي الطرح إثنان ناقص سفر تسوي إثنان وهنا لدي ثلاثة ناقص ثلاثة سفر ببساطة شديدة أنزل الخمسة هنا كم أصبح لدي؟ أصبح لدي خمسة وعشرون خمسة وعشرون تقسيم خمسة كم تسوي؟ خمسة إذن خمسة في خمسة وعشرين مباشرة الباقي سفر إذن هنا عندنا المقسوم هو ثلاثمية وخمسة وعشرين القاسم القاسم خمسة هنا عندنا النتيجة أو الحاصل النتيجة أو الحاصل خمسة وستين ولدينا الباقي سفر بسيطة جدا هنا عندنا في الهندسة أرص مستطيلا طوله عشر سنتيمتر وعرضه أربعة سنتيمتر هنا بطبق قانون المساحة وقانون المحيط المحيط ماذا يساوي؟ محيط المستطيل يساوي الطول زائد العرض في إثنان أو الطول في إثنان زائد العرض في إثنان بسيطة جدا المساحة كم تساوي؟ المساحة المستطيل تساوي الطول في العرض ولا أبسط من هذا الطول في العرض تحسبوها الآن نأتي هنا هنا تمرين بسيط حول التناسبية عندنا السؤال ببساطة أكمل من الجدول التناسبية عندنا عدد الأقلام وعندنا الثمن هنا مدنا في السطر الأول عدد الأقلام وفي السطر الثاني الثمن أنا الآن بحل لازم نعرض ما هو معامل التناسبية هنا أنا عندي أعرفت المعلومة اللي اعطاها ليوشي هي أنه عدد الأقلام ثلاثة ثلاث أقلام ثمنهم ستين هنا تحلوا بأي طريقة حبينها تقدروا تعتمدوا بهذه الطريقة وتحلوا لأنه قاعد ينتقل بالضعف لكن كان طريقة أبسط أني نبحث على أعلى ماذا أعلى ثمن القلم الواحد عندي ثلاث أقلام ثمنهم ستين يعني ثمن القلم الواحد وشي هو وهو عشرين وهذه العشرين هي معامل التناسبية هذه هي معامل التناسبية إذن العشرين هذه لما ننتقل هكا لما ننتقل هكا من الأعلى إلى الأسفل أضرب أضرب راهي ضرب لما ننتقل لأنه هنا أنا الحق أنا اللي غيرت المعطيات لم تكن هكذا أنا غيرت فيها شوية به تفهموا لما ننتقل هكا كيف ننتقل لما ننتقل هكا قسمة 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 هنا تحطيني مئة وعشرون الآن حال ننتقل العكس لدي مئة وثمانون مئة وثمانون تقسيم عشرون كم تساوي تساوي تسعة هنا عندي تسعة أقلام ثمنهم مئة وثمانين الآن ابقى لي هذه بسيطة جدا مئة وعشرين الآن الضرب أنا منتقل هكا الضرب إثنى عشر قلم كم ثمنها أضربوها في عشرين وتعطينا كم مئة واربعون هذه هي الثمن ببساطة شديدة تمرنوا على عدد من التمرين البسيطة في التناسبية فيما بعد رحين بالتمرن والتكرار رحين تحلوا التمرين لنوعا ما يكون فيها صعوبة هنا لدينا تعداد هنا ماذا لدينا لدينا تعداد مدرسة هو ثلاثمائة وخمسون تلميذا يتوزع هؤلاء التلاميذ على عشر أقسام بالتساوي ما هو عدد التلاميذ في كل قسم بسيطة جدا احنا عندنا ثلاثمائة وخمسين تلميذ في عشر أقسام ويتوزعوا بالتساوي يعني بسيطة جدا ثلاثمائة وخمسون تقسيم عشرة وانتو ما عرفتوا انه اي عدد ابنائي اي عدد تكون مرتبة احده سفر نقسمه على العشرة مباشرة نحذف السفر بدون اجراء العملية لذا كنت لاحظوا اللي هنا ما مبدلكمش مكان العملية لانه رحين تجريوا مباشرة يا اما افقية ولا تمدون نتيجة ما هو عدد التلاميذ في كل قسم مباشرة قلت احذف سفر يعني ثلاثمائة وخمسين تقسيم عشرة تساوي خمسة وثلاثون هنا ماذا لدينا لدينا كي تكون واضحة فقط هنا لدينا في الوضعية الادماجية تكسر مغسل بيتكم فاراد ابوك اصلاحه فاشترى المغسل مغسلة جديدة ب 4250 دينار وحنافية بي 600 دينار وانا بي بي 2220 دينار احسب ثمن شراء اللوازم بسيطة جدا عملية جمعة تقوموا بيها استأجر ابوك سمكريا اجرته لاربع ساعات كاملة كاملة 2400 دينار جزائري احسب اجرته للساعة الواحدة هنا هو قنا اجرته لاربع ساعات 2400 احنا احنا عندنا اجرته لاربع ساعات ساعة وساعة وساعة هذه هي اجرته لاربع ساعة كاملة 2400 دينار جزائري احنا نبحث عن اجرته للساعة الواحدة بسيطة جدا يعني 2400 تقسيم تقسيم ماذا تقسيم 4 بسيطة جدا كم نجدها نجدها 600 هنتمنى انكم تحلوا الوضعية الاتماجية وحدكم هنا نفترض انه زادكم سؤال اخر قالكم ما هو ثمن تكلفة او ما هي تكلفة ما هي تكلفة تصليح المغسل يعني هنا في التكلفة وشح نحسبو نحسبو ثمن المشتريات زائد ماذا زائد اجرة العامل تاع 4 ساعات زائد اجرة العامل وعيد احسب التكلفة كالاتي ثمن المشتريات زائد ثمن او زائد اجرة العامل نتمنى ابناء تكونوا استفتوا من هاد المراجعة السريعة والبسيطة ان شاء الله نلتقي في فيديوهات اخرى اشتركوا في القناة